اضرار بنج الاسنان بنج الاسنان هو عبارة عن تخدير موضعي بتمحقنه بابرة في المنطقة المجاورة للعصب اللي بيغذي الاسنان او المنطقة اللي احنا بدنا نشتغل فيها اللي بيكون فيه المريض عنده فيها مشكلة وهذا الاشي بيؤدي لحجب الاحساس في هاي المنطقة لفترة قصيرة وبشكل مؤقت وبعد هيك برجع الشعور الطبيعي بعد زوال مفعول البنج بنج الاسنان ما له اضرار خلينا نحكي انه لشخص سليم ما عنده اي مشاكل صحية او اي حساسية فوقتها بيكون بنج الاسنان امن وما فيه اي مشاكل طبعا الا في حالات نادرة ولكن في بعض الاثار الجانبية مثله مثل اي مادة دوائية ممكن يكون لها اثار جانبية اكتر الاشياء اللي بيشكوا منها الناس من بنج الاسنان اول اشي انه الوجع محل الابرة لما منغز الابرة والوجع بعد زوال البنج من محل الابرة شغلة تانية بيشكوا منها هو شعور البنج بيكونوا حاسين بانتفاخ بيكون في صعوبة بالحكي بالاكل بالشرب حتى انهم بيخافوا يأكلوا عشان بيخافوا انهم يجرحوا حالهم شغلة تانية انه ممكن يتعرضوا الناس انهم يزيد عدد دقات قلبهم او يتعرضوا للدوخة او الاغماء ومرات بيصير فيه تخدير للاعصاب القريبة من الاعصاب اللي احنا بدنا نخدرها ولكن في حالات نادرة كتير ومثل هاي الاشياء بتصير انه ممكن مرات يصير المريض مؤادر انه يسكر عينه ولكن مثل ما قولنا هذا الاشي بيكون لفترة مؤقتة وبمجرد زوال مفعول البنج بيرجع الوضع للطبيعي فبنج الاسنان ما بيخوف اهم اشي انت لازم تعمله انه انت لما تراجع طبيب الاسنان انك تخبره بتاريخك المرضي كامل تحكيله ايش في عندك مشاكل صحية ايش تتناول ادوية بشكل يومي ايش في عندك حساسية وهو رح يقدر يعاد تعامل مع حالتك بشكل جيد يعطيك البنج المناسب للك والكمية المناسبة